في الشأن المحلي أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايدا لنهيان رئيس الدولة حافظه الله ورعاه أن شعب دولة الإمارات محور اهتمام دولتنا المباركة وعلى قمة أولوياتها منذ نشأتها وسيظل منهج سعادة المواطن ورعايته الأساس في كل خطتنا نحو المستقبل جاء ذلك في كلمة لسموه بثت على قنوات الدولة التلفزيونية نتناول جانبا منها فقدنا قبل أسابيع صاحب القلب الكبير القائد الوالد المعلم الحكيم العزيز على قلب الصغير قبل الكبير وتقبلنا رحيله بقلوب صابرة مؤمنة بقضاء الله وقدر نسأل الله خلو الرحمة والمغفرة الشيخ خليفة رحمه الله رافق المؤسس شيخ زايد طيب الله ذراه في كل مراحل دولة الإمارات وحمل أمانة الوطن بعد رحيله بإخلاص وحكمه وأدى رسالته تجاه شعبه وترك إرثا خالدا من العطاء لشعوب المنطقة والعالم واليوم ونحن نرى وطننا بين دول العالم كما أراده زايد والمؤسسون رحمهم الله جميعا من مكانة عالية ودولة قوية ومتطورة نحمد الله على هذه النعمة أولا وثانيا ومستمرون بإذن الله على نهجهم وحكمتهم ورؤيتهم ونستلهم منهم الدروس والعبر في القيادة والإرادة وسيبقى تاريخنا وهويتنا وموروثنا الثقافي جزءا أساسيا من خططنا لأجل المستقبل وأشكر إخواني وسندي وعوني أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد الذين حملوني مسؤولية عظيمة أدعو الله تعالى أن يعينني على حملها وسيكون التعاون بيننا وتآلف قلوبنا والتفاف شعبنا حول قيادته كما كان على الدوام مصدر قوتنا وعزة دولتنا كما توجه بالشكر والامتنان إلى جميع قادة الدول الشقيقة والصديقة الذين عبروا عن مشاعر التضامن والمواساة الصادقة تجاه دولة الإمارات وشعبها في هذا المصاب الجلل شعب دولة الإمارات وتمكينه كان وما يزال محور اهتمام دولتنا المباركة على قمة أولوياتها منذ نشأتها وسيظل منهج راحة المواطن وسعادته ورعايته الأساس في كل خططنا نحو المستقبل بإذن الله نحن يا أخواني محظوظون بهذا الشعب العزيز شعب أثبت قبل الاتحاد وبعده وفي كل المراحل الصعبة التي مرت علينا أصالته وصلابته وإرادته القوية وقدرته على تجاوز التحديات اعتزازنا وفخرنا بالإنسان الإماراتي لا حدود له كما نثمن الدور الذي يقوم بهل مقيمون على أرض دولة الإمارات الذين يعتبرون الدولة بلدهم الثاني ومساهمتهم المستمرة في البناء والتطوير منذ قيام الإمارات سيادة دولة الإمارات وأمنها مبدأ أساسي لا يمكن التنازل أو التهاون فيه نمد يد الصداقة إلى كل دول المنطقة والعالم التي تشاركنا في قيم التعايش السلمي والاحترام المتبادل لتحقيق التقدم والازدهار لنا ولهم أخواني وخواتي بفضل الله تعالى ثم بفضل قيادة أخي خليفة رحمه الله ومن قبل المؤسس وباني الاتحاد الشيخ زايد تمتلك اليوم دولة الإمارات منظومة تنموية متطورة ومتكاملة ومستدامة أصبحت مصدر إلهام وآمال لشعوب المنطقة والعالم وبإذن الله ستبقى وتتطور بجهود أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها اقتصاد دولة الإمارات يعد اليوم ضمن أكثر الاقتصادات قوة ونمو فقد أنعم الله تعالى علينا بموارد غنية ومتعددة خاصة مواردنا البشرية حيث تمتلك دولة الإمارات ثروة متميزة من القوى العاملة الفتية والشابة وتشاركنا أكثر من 200 جنسية بفعالية ونشاط في نمو اقتصادنا وتطورة اشتركوا في القناة